من امبارح للنهاردة قصص ومواويل كتيرة جدا بتتقل على فكرة انا بس هقول لحضراتكم بعض الامور الخاصة بخسارة النادي الاهلي امبارح في الكرة الطائرة في رجال خسرنا دوري وخسرنا كاس وبالتالي النادي الاهلي خسر مبارتين او خسر بطولتين انا بقول كده داخل قناة النادي الاهلي هو طبيعي جدا لكن احنا بقالنا عشرة خمستاشر سنة بناخد كل حاجة وبنعمل كل حاجة ما عندناش مشكلة ان احنا يبقى عندنا اخطاء نضع ايدنا عليها زي ما قلت لحضراتكم برع بالزبط الناس اللي في الجحور طلقت مرة واحدة كده وفي ناس ما حدش كان بيسمع صوتها رجعت تاني تتكلم تتكلم طالما كاسبان اقول اللي انت عايزه ولكن لما تفوز على البطل من حقك ان انت تفرح طبعا ما عنديش مشكلة ولكن ومن حقك ان انت تعيش يومين بالمناسبة ما عنديش مشكلة برضه لكن اللي مش حقك هو انك تغير الحقائق اللي مش من حقك ان انت تقول كلام كذب وتدليس اللي مش من حقك انه لما النادي الاهلي يخسر تتريأ او تتكلم على يعني احنا عندنا لاعب بقيمة بقيمة كبيرة جدا جدا احمد صلاح اللاعب ده بتاريخ اندية كثير تاريخه الوحده تاريخه الوحده بتاريخ اندية كبيرة جدا وكثيرة يعني لو انت جبت اللحمة صلاح خده بس بس مش هتكلم على بقية اللاعبين كلهم لاعبين كبار وممكن يكون في مشاكل اه في مشاكل وبنعترف بهذا الامر مليون في المية ولكن في ناس في خسارة الاهل مبارح طلع تصدر كلام غير حقيقي والله العظيم تلاتة يا جماعة انا لما باجي اتكلم باتكلم مع حضراتكم باحساسي كمشجع وما بقولش اي حاجة تانية ولكن هل النادي الزمالك او المنافس متفوق على النادي الاهلي في العاب الصلاة ده سؤال انا بسأله طيب اذا كنت تريد ان تعرف كيف تزيف الحقائق اسمع الكلام اللي انا بقوله اللي جاي ليه لان الكلام اللي انا بقوله اللي جاي هو الحقائق كيفية تزيفها مش من عندي من ناس تانية انا ما بعرفش زيف انا هوري لحضراتكم حقيقة واحنا لسه في نص موسم او يعني في ثلاثة اربع موسم في ثلاثة اربع الموسم ده انا ما كنتش بصراحة خليني اقول لحضراتكم ان انا كان من المفترض ان انا يكون عندي حلقة مع مدير قطاع المدير كابتن خالد العودي يعني مدير النشاط اليادي في النادي الاهلي كان من المفترض ان انا حرجع بعد رمضان والعيد نعمل الحلقة دي وده كان اتفاقي مع كابتن خالد العودي ولكن كابتن خالد العودي وبعد كده قعدنا يعني في آخر رمضان وقلنا قبل ما الطايرة يلعب وقبل ما الكلام ده كله وقلنا لأ لما الموسم يخلص علشان نشوف إيه الأخطاء اللي عندنا ونطلع نقول للناس إيه الأخطاء اللي عندنا وحنصلحها إزاي أنا ما بطلعش أبرر بالمناسبة خسارة أبدا ولكن مش هتكلم عن فريق الطايرة بس ولكن هتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن ما حدث من إمبارح للنهاردة لأنه تزييف وتدليس واضح جدا واضح جدا فريق الطايرة بالمناسبة حق إنجازات كبيرة جدا على فترات طويلة وبيمر بكبوة بيمر بكبوة قادر على العودة قادر على العودة زي ما قلت لحضراتكم بارح إن مجلس الإدارة والنشاط الرياضي عارفين كويس جدا إحنا شغالين إزاي وفريق كرة الطايرة وتقوله إسلام قال زي ما كنا نتكلم عن الهندبول عن اليد هتشوفه فريق الطايرة هيرجع إزاي؟ هيرجع أقوى وأقوى بكتير بس أنا هتكلم النهاردة عن حصاد موسم الله ربع أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام ولكن أنا اضطرقت إن أنا أبدأ كلامي في حلقة النهاردة بالكلام ده لأنه تزييف حقائق غير طبيعي من انبارح للنهاردة لمجرد إن أنت كسبت الطايرة يعني النادي الآخر المنافس كسب الطايرة ما تكسب حقك مش أنت أحسن ووجهة نظرك كيف أنت شاف أنت أحسن وكسبت الطايرة أوكي ما عنديش مشكلة طيب خليني أقول لحضرتك الحقائق طيب أنت هتقول لنا حقائق إزاي عم إسلام حبدأ مع حضرتكم بكرة اليد طيب كرة اليد بالنسبة للنادي الأهلي في كرة اليد رجال خليني نبدأ برجال الأول ماذا فعل رجال النادي الأهلي في كرة اليد حقق النادي الأهلي دوري المحترفين وكأس مصر الأهلي بطل دوري المحترفين الأهلي بطل كأس مصر في كرة اليد إيه؟ رجال كرة اليد رجال الأهلي بطل دوري المحترفين والأهلي بطل كاس السوبر بعد كرة اليد إيه بقى؟ كرة اليد رجال كرة اليد سيدات مين بطل الدوري؟ النادي الأهلي مين بطل الكاس؟ النادي الأهلي السنادي على فكرة أنا أتكلم عن السنادي يبقى كده الأهلي حقق أربع بطولات في كرة اليد تمام طيب كرة السلة الاهلي بطل دوري المرتبط الاهلي بطل كأس مصر طيب في سيدات الاهلي فاز الاهلي ببطولة منطقة القاهرة وفاز بدوري المرتبط وفاز بكأس السوبر وفاز بكأس مصر اول الله العظيم ثلاثة هو ده اكتساح طيب نروح للكرة الطائرة كرة الطائرة رجال الاهلي حقق حقق كأس السوبر وحقق البطولة العربية الاهلي في الكرة الطائرة حقق بطولة البطولة العربية وبطولة السوبر المصري وخسر الدوري والكاس طيب الطائرة سيدات الاهلي بطلا للدوري الاهلي بطل كأس السوبر المصري يتبقى مباراة في كأس مصر بكرة النهاردة خسرنا المباراة الأولى تلاتة واحد في الأشواط بكرة فيه مباراة تانية هنتشوف إلا هيحصل فيها لو الأهلي كسب المباراة تاعة بكرة هيبقى لسه فيه مباراة تالتة فلسه كأس مصر طيب حصاد النادي الأهلي في ألعاب الصلاة رجال وسيدات هذا الموسم حتى الآن حتى الآن الأهلي أربعتاشر بطولة في اليد والطائرة والسلة منافس النادي الأهلي ها تلات بطولات أنا مليش دعوة بالمنافس ولكن أنا بس بوري لحضراتكم كمية تزييف الحقائق اللي موجودة من مباراة للنهاردة تزييف حقائق غير طبيعي طيب لسه فيه بطولات كمان لم تحسب فيه الطائرة سيدات بطولة كأس مصر زي ما قلت لحضراتكم أهلي وزمالك بيلعابوا ضد بعض مين اللي حيفوز بالكأس ربنا يكرم إن شاء الله والنادي الأهلي يستطيع أن يفوز الكأس الأهلي عنده لسه دوري السوبر في كرة السلة رجال حيلعب الاتحاد يوم 10 مايو 5 مباراة بيستوف 5 ليكسب 3 مباراة الزمالك النادي المنافس خرج من هذه البطولة طيب السلة سيدات حيلعب سموحة في نصف النهائي في دوري السوبر إحنا زي عينها لحضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي طيب الكلام ده أنت بتقوله لنا ليه دلوقتي يا إسلام هل أنت بتبرر خسارة الطائرة والله العظيم أبدا أنا بوري لحضراتكم قد إيه إن الناس بتحاول في بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول يضحك على جمهوره بكلام غير صحيح وتزييف وتدليس في الحقيق غير طبيعي زي ما حضراتكم شايفين